أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترنا أن نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم كبير من أعلام العراق في القرن الثالث عشر للهجرة أي التاسع عشر للميلاد هذا العالم تميز بميزات مهمة تستحق أن نتخذه موضوعا لهذا الحديث ذلك هو العلامة محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي أحد أعلام مدينة بغداد وأحد العلماء الذين أنجبتهم الأسرة السويدية العريقة بالعلم والأدب في وطننا العراق سر اختيارنا لهذه الشخصية ليس لأنه أحد العلماء الذين كانت تزدان بهم مدينة السلام في زمانه يعني في تضاعيف القرن الثالث عشر ولكنه لأنه تميز بشيء حقيقي يستحق أن يلفت نظر أبناء هذا الجيل كان الرجل موسرا وكان مع ذلك حريصا على أن يخدم طلبته ويدرسهم لوجهه الكريم يعني كان من اليسر ما مكنه من أن يتخذ العلم مجالا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لم يأخذ فلسا واحدا على كل مجهوداته في مجال التدريس نعم سيقول بعضنا أنه هو موسر وبالتالي لا فضل له في ذلك لا لأنه في زمانه كان كثير من العلماء يتسابقون على نيل رواتب الوقف الرواتب المخصصة من الأوقاف المرصدة على المدارس هو كان زاهل في هذا كله وكان رغم يعني أنه لم يكن ثريا لكن ما كان يملكه يحاول أن يكتفي به ليتفرغ لرسالة أداء رسالة العلم دون مقابل كان في بسعين أن يفعل غير ذلك لكنه اختار هذا السبيل بل أنه وقف بيته بيت معيشته ليكون مدرسة لأولئك الطلبة هذا رجل نذر نفسه للعلم مع أنه كان يمكن أن لا يكون كذلك ونذر نفسه لخدمة طلبته كان يعيلهم يعني هو ينفق عليهم وفي نفس الوقت كان يدرسهم حتى تخرج من على يديه عدد من الطلبة النابهين الذين لم يعني ما كانوا ليشتهروا ويتخرجوا لو لا هذه المعونات العلمية والاجتماعية التي كان يقدمها هذا العالم الجليل والمدرس المثالي إذا جاز التعبير المحب للعلم لذاته لشرفه فليس طلبا لمال طبعا كل إنسان حسب إمكاناته لا يكلف الله نفسا ولكنه يعني استفاد من هذه الإمكانات من أجل تحقيق رسالة العلم والتعليم من هو محمد أمين السويدي ذكرنا أنه من أسرة طالما خرجت العديد من العلماء كان جده الأعلى عبدالله السويدي صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها كتابه المشهور رحلته المسمات النفحة المسكية في الرحلة المكية ومنها جده المباشر محمد سعيد السويدي صاحب كتاب حديقة البزراء في سيرة كذا الزوراء فإنوان طويل في تاريخ بغداد وكان عالما جليلا هو الآخر ومنهم أبوه الشيخ علي السويدي كل آبائه كان معلما وكان مؤلفا وكان عالما وبالتالي لم يكن غريبا أن يتلقى محمد أمين علمه على يد علماء أسرته وعلى علماء آخرين من أبناء مدينته وشحذ هذا كله مواهبه في وقت مبكر من حياته حتى وجدناه يشرح كتابا ضخما لأبيه اسمه العقد الثمين في بيان مسائل الدين يشرحه في شرح ضخم وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين ومع أن الكتاب حين تقرأه الآن تستغرب كيف استوعب هذا الفهم المعمق لمسائل الدين للقضايا المشكلات للتفاصيل الكثيرة وفي هذا الكتاب حقيقة أهمية بالغة في مجال دراسة الفكر الإسلامي في العراق بل في المنطقة العربية في القرن الثالث عشر كتاب نمى عن فكر لماح وعن قدحات جديدة ومهمة تضعه بين الكتب الأساسية لدراسة تاريخ الفكر في هذه الحقبة من الزمن ألف هذا الشرح وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين فكشف بذلك عن نباهة ظاهرة وعلم غزير واطلاع واسع وانصرف إلى التأليف بكليته وحتى قبل أن ينصرف إلى التدريس اهتم بالتأليف فكتب كتابا آخر مهم في شرح كتاب سابق صغير يعني بحدود الأربعين ورقة لكنه شرحه بمجلد يتجاوز المئتي ورقة فكان شرحه بمثابة تأليف مستقل عنوانه العنوان الأصلي هو السير والسلوك إلى ملك الملوك وهو والشرح سماه معين الصعلوك وهذا من باب التواضع في السير والسلوك إلى ملك الملوك هذا الكتاب في تصوري الشخصي يمثل مدرسة أخلاقية قبل أن يكون مدرسة علمية يعني هو في تربية الإنسان في الأساس والكتاب حقيقة فيه فكر غزير عميق يعني كيف يتنقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى وهو في مجال تهديب النفس حتى يبلغ آخر نهايات هذه التربية في الإنسان المثالي الكامل يعني الفكرة نعم عالجها بعض المؤلفين الهراوي وغيرهم ولكن شرح محمد أمين السويدي الذي ألفه في أواصط حياته كان متميزاً عما ألف في هذا المجال وفي تقديري هذا الكتاب يمثل منهجاً رصيناً يمكن أن يفيد في تربية النشأ وفي تعليمهم وتشجيعهم على التمثل بالخلق الحسن كتبه ليفيد منه طلابه وغير طلابه من قرائه كتبه كثيرة ولكن منها ما هو مهم في بابه أحد الكتب التي يمكن أن نذكرها الآن لأنه نال شهرة ذائعة كتاب سماه سبائك الذهب في أنساب العرب الكتاب هو تشجير لكتاب سابق للقلق شندي والتشجير يعني أن يرسم بخطوط نهايات القبائل بأوائلها يعني كأنها مشجرات ومع مقدمات كتبها ومع ملاحظات ذكية أدرجها في هذا الكتاب تزيد على الكتاب الأول كتاب القلق شندي المهم أن هذا الكتاب وضح فيه أنساب القبائل العربية على نحو واضح بين أفاد قراءه في عصره وظل مفيدا في العهود التالية وطبع من أوائل المطبوعات العربية في العراق من أوائل المطبوعات العراقية كتاب سبائك الذهب وانتشر حتى أعيد طبعه وطبع على الحجر يعني بخط اليد ولكن تكثر نسخه مثل ما الآن تبع طريقة الاستنساخ استنسخ وطبع مستنسخ لمرات عديدة في بغداد والقاهرة وأصبح مرجعا لكل باحث في علم الأنساب العربية حتى أنه يعرف المعنيون بالأنساب أن هذا الكتاب هو مرجعهم الأول في الدراسة والبحث في أصول القبائل وفي تفرعاتها نعم هناك كتب جليلة أخرى ولكن هذا الكتاب ينصرف إلى دراسة القبائل العربية غير العلوية لأن هناك اهتمام كبير من قبل النسابين بالقبائل والعشائر والأسر العلوية كما تعلمون ولكن هذا الكتاب جاء لخدمة القبائل الأخرى الكثيرة يعني القبائل اليمانية والقبائل الحجازية وفي كل مكان من الجزيرة العربية وانتشارها وتوسعها بشكل مشجرات كتب هذا الكتاب ليصبح مرجعا إلى يومنا هذا وبعض النسابين يقول هذا مذكور في السبيكة يعني كأنه هذا دليل واضح على هذا النسب يعني لا يحتاج إلى مراجعة بعد هذا فنال ثقة القراء والباحثين جميعا كما أنه كان عالما في شؤون الفلك طبعا على الفلك القديم يعني ما كان يسمى علم الهيئة في الفلك وعلىه مؤلفات مهمة في هذا المجال له كتاب في معرفة القبلة والمواقيد في ضبط القبلة وهذا شيء طبعا له علاقة بالهندسة وبالفلك وغير ذلك وكتب كتبا مهمة في موضوع المواعظ يعني جمع مواعظه في كتاب أصبح هذا الكتاب دستور عمل للخطباء في المساجد علمهم فيها كيفية صعود المنبر ليس الصعود العادي ولكن الإلقاء الخطبة من على هذا المنبر كان واسع الأفق كتب كتب نافعة وخدمت أبناء جيله والأجيال التالية كتب في مناسك الحج كتابا وهو آخر مؤلفاته ذهب إلى الحج فكتب كتابا هناك ما كان يعني يفتر عن تأليف الكتب النافعة لطلبته ولقرائه يعني ساعده على هذا أنه تلقى العلم على أسرة في أسرة علمية بل ودرس على أيدي علماء عصره الكبار في بغداد وكانت بغداد في ذلك العهد حافلة بعدد بنخبة من العلماء الكبار درس على أيديهم وتربى على أيديهم وتثقف بهم تأثر مثلا تأثر بشخصية بارزة كبيرة كان لها شأن في بغداد والعراق وهو الشيخ مولانا خالد النقشبندي وهو لم يكن نقشبنديا يعني لم ينتمي إلى هذه الطريقة الصوفية ولكنه تأثر برائدها بمجددها خالد النقشبندي لأنه وجد فيه أنه جمع بين علم الشريعة وبين علم الطريقة أو علم الحقيقة كما كان يسمى جمع بين جانب الروحي والجانب الشرعي فأعجبه هذا وتأثر به وكتب كتابا يدافع عن هذا الشيخ ضد كثير من حساده ومناوئيه يعني الشيخ خالد النقشبندي في بغداد أقام في تكية جددها عرفت بالتكية الخالدية وتقع في شارع النهر على نهر دجلة هو تأثر به ودافع عنه وأن لم ينتمي إلى طريقته كان يرى فيه في اسلوبه الاسلوب الصحيح في جمعه بين يعني الجانب الروحي والتربوي وبين الجانب العلمي وهو نفسه يعني محمد أمين كان مهتما بالجمع بين الشيئين حتى كان خالد النقشبندي يسمى ذو الجناحين يقصد جناح الشريعة وجناح الحقيقة جانب الروح فتأثر به وكتب عنه كتابا مهما في سيرته وفي الدفاع عنه أيضا وكان يتردد إلى تكيته التكية الخالدية في بغداد تأثر بعلماء بغداد في عصره وحقيقة حياته مضت في بغداد هادئة بعيدة عن خوض المعارك العقائدية والكلامية وإن كان يعني مهتما بهذه المجالات ولكنه بقي نائيا بنفسه عن الخوض فيما يمكن أن يفرق كان ميالا إلى الاهتمام بما هو مفيد في تربية النشأ دون الدخول في التفاصيل التي يمكن أن تكون مثيرة لنفوس معاصره وبالتالي كتبه كانت ذات نزعة تربوية كما وجدنا وحينما بحث في أنساب العرب لا أظن أنه اختار الكتاب جزافا وإنما رأى في هذه الأنساب ما يجمع لا ما يفرق رأى في معرفة الإنسان بقبيلته ليس لأن يتحزب لهذه القبيلة ويتحيز لها وإنما أراد أن يبصر الناس بما يجمعهم من روابط النسب فضلاً عما يجمعهم من روابط العقيدة والدين والخلق كان الرجل مربياً يعني حتى نخاعه وكتبه كلها تدخل في هذا المجال وذكرنا أيضاً أنه بلغ من حبه للعلم والتعليم أنه وقف بيته بيت معيشته على طلبة العلم وكان يزودهم بالمصادر ويعيلهم أيضاً كانوا في حاجة إلى الإعالة وجد حقيقة احترام لكل هذا السلوك وجد احتراماً كبيراً وتقديراً من مجتمعه ومنهم والي بغداد الشهير داود باشا وداود باشا نفسه كان أديباً وكان شاعراً وكان عالماً وكان فقيهاً يعني هذا حال نادر بين الولاد أنه جمع بين الحكم وبين العلم إلى حد التبحر فأعجب بمحمد أمين السويدي وكان يكلفه بكتابة رسائل في موضوعات علمية كانت تثير داود باشا أو كانت موضع نقاش في أوساط العلماء في بغداد كان يكلفه بأن يكتب شيئاً في هذا الموضوع كأنه يستفتيه في بيان رأيه في قضايا فكرية كانت شائعة ودائرة في أذهان المثقفين في ذلك الوقت لكن محمد أمين كان زاهداً لم يتوسل بداود باشا أو أن يجد في احترام هذا الوالي له وسيلة لأن يحقق شيئاً من المنافع المادية وإنما مضى محترماً مقدراً من قبل الجميع من داود باشا ومن الناس عامة أراد أن يحج في آخر سنة يعني في آخر سنة عمره أراد أن يحج وحج فعلاً وكان حجه هو آخر ما فعلهم في باب التقرب إلى الله لأنه عاد إلى العراق عن طريق النجد وحينما وصل إلى بريده في عاصمة نجد لا نعرف ما هو السبب الذي جعله يقيم هناك فترة ولكنه من التأكيد تعرض إلى حادث قطعت بسببه بعض أصابعه ومع ذلك كتب كتاباً في مناسك الحج وهو يلف أصابعه باللفائف لأنه كانت مقطوعة وكتب كتاباً حينما ووجدت هذا الكتاب موجوداً في بعض مكتبات بغداد قارنته بمؤلفاتي الأخرى فلم أجد فرقاً كبيراً يعني كان الرجل يتحامل على نفسه فيكتب الكتاب وهو جريح وهو مكسور الأصابع مما دل على أنه كان عالماً مدرساً مؤلفاً حتى آخر لحظة من حياته ثم توفي ودفن في بريده رحمه الله محمد أمين السويدي إذن نموذج للعالم الذي ظل يؤلف ويبحث حتى آخر لحظات حياته ظل مدرساً مخلصاً لطلبته وللعلم ولذلك هو لا يبقى إلا أن نترحم عليه وننتقل في حديث آخر إلى علم آخر من أعلام العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة